اشتركوا في القناة المنحة مقدمة لطلاب البكالوريوس والماجسير المنحة مولا سنتعرف على تفاصيلها وكيفية التقديم لها وخطوات التقديم وشروطها وكذلك الوثائق المطلوبة للتقديم قبل أن نتعرف على كل هذه الأشياء نحب أن ننبهكم على أو نعرفكم على قناتنا المنح الدراسي للطلاب العرب هذا القناة الذي بنعرض عنها أو بنعرض عليها عديد الفرص وعديد المنح في عديد من المنحة الممولة التي ما زال التقديم متاح لها موجودة على القناة يمكنكم الاطلاع عليها كذلك نود أن ننبهكم بأن معلومات كل منحة سيتم وضعها أسفل الفيديو أسفل الفيديو في معنا رابط التقديم ورابط الإعلان على مواقع الجامعات في كل منحة سنضعها أسفل الفيديو كذلك هذا الرابط مجموعتنا على فيسبوك وكذلك التليجرام وكذلك الواتس آب يمكنكم أن ينضمان إليها ليصلكم كل جديد بالمنحة نعود الآن إلى منحة اليوم بالنسبة لمنحة اليوم كما تكلمنا هي منحة مولة بالكامل هذا الموقع الرسمي للجامعة طبعا المنحة مقدمة من جامعة يونفرستاز تكنولوجي صنباوة هذه الجامعة موجودة في أندونوسيا المؤسسة المنحة موجودة في أندونوسيا ضمن برنامج Global Ambassador Scholarship Program for 2020-2021 هذا المنحة سنتعرف عن تفاصيلها اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو طبعا هذا الموقع إعلانة الرسمي للمنحة فيها التفاصيل الكاملة من الشروط وكذلك فوائد المنحة وتغطية المنحة وكذلك الوثائق المطلوبة للتقديم وخطوات التقديم وكذلك التخصصات موجودة على الموقع تخصصات للماجسير وتخصصات كذلك للبكاريليوس قمنا بترجمتها وترتيبها على الشكل التالي أولا المؤسسة المانحة تكلمنا عنها هي جامعة يونفرستاز تكنولوجي صنباوة أي من لدينا منحة جميلة المرحلة الدراسية يمكن التقديم للبكاريليوس والماجسير متاح التقديم للبكاريليوس والماجسير الجنسيات المسموح لها بالتقديم جميع الجنسيات حول العالم مسموح لها بالتقديم مع عدى طلاب أندونوسيا تغطية وفوائد المنحة طبعا كما تكلمنا المنحة مويزة جدا وممولة بالكامل تتضمن تذاكر سفر كذلك إعفاء الرسوم الدراسية لمرحلة الجامعية للبكاريليوس لمدة أربع سنوات كذلك إعفاء الرسوم الدراسية للماجسير لمدة سنتان كذلك المنحة تتضمن راتب شهري وسكن مجاني في غرفة مشتركة للطلاب شروط التقديم الشرط الأول أن لا يكون المتقدم أندونوسيا اثنين أن يكون لديه رغبة عالية في التعليم ولديه اهتمامات ومواهب وبرامج دراسية يتم اختيارها ثلاثة الإنجازات الأكاديمية وغير الأكاديمية مثل الرياضة الفنون والألعاب الأنمبيه وما إلى ذلك أربعة أن يجيد اللغة الإنجليزية خمسة أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة بالنسبة للمتقدمين للبكاريليوس وستة أن يكون حاصلا على شهادة البكاريليوس بالنسبة للمتقدمين لدراسة الماجستير هذه شروط التقديم شروط سهلة طبعا بالنسبة لشرط اللغة الإنجليزية موجود عندما نتكلم على الوثائق أنه اختياري شهادة إدقان اللغة الإنجليزية اختياري يعني إذا لديك مستوى معين من اللغة وليس لديك أي توفل أو آيلتس شهادة الإدقان فليس ضروري إنما المهم أن يكون لديك آآ مستوى معين من اللغة لكي تستطيع الدراسة الوثائق المطلوبة للتقديم واحد استمارة التقديم الذي سنتعرف كيفية ملأها إن شاء الله سنتعرف على كيفية ملأها هذه استمارة التقديم سنتعرف كيف سنقوم بملأها هذه استمارة التقديم إن شاء الله في نهاية الفيديو سنتعرف على كيفية ملأها ومعرفة البيانات التي يجب ملأها إذن أولا الوثائق المطلوبة للتقديم استمارة التقديم للمنحة بعد ملأ البيانات وسنتعرف عليها اثنين خط خطاب التحفيز موتيفيشن لتر خطاب التحفيز ثلاثة نسخة من كشف حساب منصرفي هذا المستند أو هذا الوثيق بعد القبول وليس عند التقديم ذلك ليس ضروريا الآن عند التقديم إذا تم قبولك يتم يعطاهم هذا المستند أربعة بيان شخصي اللي هو التزام خطي ينص على أن المقدم الطلب لن ينخرط في أي وظيفة ولن يشارك في أي أنشطة سياسية وسوف يلتزم بالقوانين واللواياح الأندنوزية طبعا هذا الوثيقة موجودة يتم تنزيلها وسنضع لكم روابط التنزيل هذا هو الالتزام سنتعرف على البيانات المطلوبة فيه آخر الفيديو إن شاء الله بعد إكمال تعريف عن المنحة طبعا الوثيقة اللي بعدها الوثيقة الخامسة شهادة التخرج من الثانوية العامة أو البكاليريوس باللغة الإنجليزية إذن شهادة التخرج ستة سجل أكاديمي اللي هو بيان درجات للثانوية العامة أو البكاليريوس بالنسبة للمتقدمين للبكاليريوس يجب تقديم بيان درجات للثانوية العامة بالنسبة للمتقدمين للماجستير يجب تقديم بيان درجات لدرجة البكاليريوس وكل الوثائق تكون باللغة الانجليزية. كذلك شهادة التخرج. آآ سبعة صورة شخصية بحجم جواز السفر بخلفية بيضاء. ويجب ان لا يزيد حجم هذا الصورة عن مئتين كيلو بايت. ثمانية نسخة من جواز السفر صفحة البيانات الشخصية. ويجب ان يكون جواز السفر سري المفعول لمدة لا تقل عن سنة ونصف. تسعة فحص طبي او فحص طبي عفوا. فحص طبي هذا الوثيقة بعد القبول وليس عند التقديم. اذا اذا تم قبولك واعطائك الاشعار القبول المبدئي يتم اعطائهم الفحص الطبي للدلالة على ان المتقدم لا يعاني من اي امراض مزمنة او فيروسات وغيرها. عشرة اشهادة اذ قانا اللغة الانجليزية. ونلاحظ في الموقع كذلك انها اختيارية. هذا معنا موقع. هذا الوثائق المطلوبة للتقديم. احد هذا الوثائق اللي ذكرناها هي اشهادة اللغة الانجليزية. وامام هذه الوثيقة نجمة. نجمة لاحظوا المواحظات تحت انها تعني اختياري. واي ملف او اي وثيقة موجود بجوارها نجمتين يعني ان هذا الوثيق يتم اه تقديمها بعد مرحلة القبول الاولي وليس عند التقديم. مثل شهادة الفحص الطبي لاحظوا. وكذلك اه الحساب المصرفي شهادة الحساب المصرفي. كذلك هذا بعد التقديم. اذا لدينا وثيقتين ليست مطلوبة عند التقديم اللي الفحص الطبي وكذلك شهادة الحساب المصرفي. كما يوجد لدينا وثيقتين اختياريتين اللي شهادة اتقان اللغة الانجليزية وكذلك شهادة اتقان اللغة الاندونوسية. اذا شهادتين ليست اجبارية ويمكن التقديم بدونها. انما اذا وجدت فلديك الاولوية او الافضلية في القبول. الكلية والتخصصات المتوفرة. اولا بالنسبة لمرحلة البكالاريوس توجد التخصصات التالية. كلية الهندسة يوجد فيها الهندسة المعلوماتية كذلك الهندسة المعدنية والهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والهندسة الصناعية والهندسة المدنية. كلية الاتصالات علوم الاتصالات. كلية التكنولوجيا الزراعة لتكنولوجيا المنتجات الزراعية وتكنولوجيا الصناعات الزراعية كلية الاقتصاد والاعمال فيها ادارة ومحاسبة واقتصاد كلية التكنولوجيا الحيوية تكنولوجيا حيوية كذلك كلية علم النفس يوجد فيها تخصص علم النفس كل هذا التخصصات بالنسبة للماء البكاليريوس اما بالنسبة للماجستير فيوجد معنا برنامج الماجستير في تخصص برنامج ادارة الابتكار ويوجد فيها عدة تخصصات ابتكار المنتج ابتكار التسويقي وكذلك ابتكار التنظيمي وتنظيم الأعمال أو إدارة الأعمال والابتكار الشبكي واستهلال القطاع العام ويوجد فيها ثلاثة أجسام ننتقل إلى إزراءة التقديم والقبول طبعا يتم أو يجب على جميع المتقدمين تقديم نموذج الطلب اللي هو استمارة التقديم مع المستلدات المطلوبة إلى البريد الأكتروني التالي هذا سنظر إن شاء الله أسفل الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو وكذلك بقية الروابط إن شاء الله سنضعها أسفل الفيديو إذن الوثائق كاملة المطلوبة عند التقديم منها استمارة التقديم وكذلك بيانة الالتزام وبقية الوثائق يتم إرسالها عن طريق الإيميل أو البريد الألكتروني التالي إذن عملية التقديم سهلة ليست متعبة أو لا تتطلب إرسال وثائق ورقية كذلك لا يتم التقديم عن طريق أبليكيشن إلكتروني إما إنما يتم تعبئة استمارة التقديم وإرسالها مع الوثائق إلى الإيميل إذن سيتم فحص جميع الوثائق من قبل فريق المكتب الدولي في الجامعة ليتم اختيار المقبولين من خلال لجنة قبول ثلاثة يعني المكتب القبول للمتقدمين المختارين للموضي قدما في المقابلة إذن سيتم عمل مقابلة مع الفائزين أو المرشحين من خلال المنصة على الأنترنت خمسة سيتلقى المتقدمين نتيجة القبول عبر البريد الألكتروني لذلك يرجى مراجعة بريدك الألكتروني بالانتظام ستة يتقدم المتقدمين الفائزين إلى التسجيل عبر الأنترنت إذن بعد إعلان نتيجة القبول يتم التقديم عن طريق أبليكيشن خاص بالجامعة لإنهاء عملية القبول بعدها نتعرف على الجدول الزمني للمنحة أولاً فترة القبول بدأت من 21 يونيو إلى 27 يوليو 2020 ثم مددت حتى 18 أغسطس 2020 وهذا موجود على موقع الجامعة وعلى الإعلان الموجود في المنحة هذا الجدول الزمني فترة القبول والتقديم من 21 يونيو حتى 27 يوليو 2020 وثم مددت إلى 18 أغسطس 2020 اللي هو 18 ثمانية 2020 لذلك التقديم الآن ما زال متاح بعدها تأتي مرحلة عمل المقابلات الاختيار والمقابلات من 1 يوليو إلى 25 أغسطس إلى 25 ثمانية ثم إعلان نتيجة القبول في 27 ثمانية 2020 إذن الإعلان النهائي لنتيجة القبول سيكون في 27 ثمانية 2020 الآن تكلمنا عن جميع ما يخص المنحة من الوثائق المطلوبة للتقديم كذلك طريقة التقديم وشروط المنحة ننتقل الآن إلى كيفية تعبئة استمارة التقديم طبعا بنحط لكم إن شاء الله رابط تحميل الوثائق واستمارة التقديم أسفل الفيديو في صندوق الوصف هذا الابليكيشن التقديم هذا الابليكيشن واستمارة التقديم في معانا ملاحظة هنا يجب كتابة بيانتك بعناية وبدقه دون أي أخطاء ويجب كتابتها بالحروف الكبيرة الكابتال لتر بلوك لتر وكذلك في ملاحظة هنا أن الكتابة اليدوية غير مقبولة الكتابة اليدوية غير مقبولة ويجب تعبئتها عن طريق الورد أو عن طريق اللابتوب أو غيرها أولا البيانات الشخصية بيانات التعريف الشخصية الاسم كاملا كما في الجواز كذلك النوع الاجتماعي يتم اختياره لاحظوا يتم اختيار إما ذكر أونثة بعدها الجنسية يتم كتابة في معانا فراغات محددة لا يتم التعديل على الابليكيشن يتم كتابة الدولة مثلا يمن مثلا يتم كتابة البيانات كاملة كذلك مكان ميلاد وتاريخ الميلاد إذن تاريخ الميلاد بليس أن ديت أو بيرث إذن في الفراغ الأول تكتب مكان الميلاد ثم تاريخ الميلاد لاحظوا أنه هنا في معانا خيارات لتاريخ الميلاد بعدها رقم الجواز ثم تاريخ انتهاء الجواز تاريخ انتهاء الجواز ثم العنوان ثم العنوان الحالي وكذلك رقم الهاتف ثم رقم الفاكس ثم الإيميل ثم اسم الجامعة السابقة التي أو المعهد السابقة الذي درست فيه بعدها نأتي إلى الخلفي الأكاديمي يتم يتم تعبئة ما يخص شهادتك التي حصلت عليها من خلال الدرجة كذلك اسم الشهادة التي حصلت عليها ونوعها ثم مجال الدراسة أو تخصصك الذي درست فيه ثم خبرات العمل هل لديك خبرات عمل إذا لديك خبرات عمل يتم ملأها بحسب عدد الشهادات التي لديك ممكن أن نكتمل الفراغات الموجودة بعدها ننتقل إلى خطة الدراسة أو البرنامج الذي تنوي التقديم عليه أولا الستدي بروغرام الذي هو البرنامج الذي ستقدم عليه ولاحظوا الخيارات الموجودة المتاحة موجودة معنا في هذا الابيكيشن في هذا الملف الورد الخاص بالتقديم الذي يستمار التقديم بعدها فترة الدراسة ستبدأ بحسب مدة الدراسة إذا كانت أربع سنوات مثلا تبدأ من عام من 1-9-2020 إلى 1-9-2024 مثلا أو إلى 15-7-2024 اللي هي أربع سنوات عادة العام الدراسي يبدأ في 1-9 وينتهي في 15-7 من العام الذي يليه بعدها ستبدأ الدراسة البروغرام تختار الدرجة الأكاديمية التي ستقدم عليها هل باكالاريوس أما جستير بتضع أعلامة صح أو تختار المربع الذي ستقدم عليه الدرجة التي ستقدم عليها ننتقل إلى اللغة أو إتقان اللغة هنا إذا كنت من دولة لغتها الأم هي اللغة الإنجليزية بتختار المربع الأول أما إذا كانت دراستك السابقة باللغة الإنجليزية ممكن تختار الخيار رقم 2 ننتقل إلى نتيجة إتقان اللغة الإنجليزية إذا كان لديك شهادة إتقان اللغة الإنجليزية تم كتابة نتيجة إتقان اللغة الإنجليزية أو نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية سواء كان توفل أو آيلتس يتم كتابتها في الفراغ المخصص لها ننتقل إلى اللغات الأخرى إذا لديك لغات أخرى يتم كتابة اسم اللغة وكذلك مستوى التحدث فيها وكذلك مستوى الكتابة. ننتقل بعدها إلى معلومات إضافية هل سابقة وأن عشت أو زرت أندونوسيا؟ تختار ياس أو رنو إذا كان ياس بتعبي سبب لزيارتك أو معيشتك فيها كذلك هل سبق أندرست اللغة الأندونوسية؟ تختار ياس أو رنو كذلك هل سبق أندرست اللغة الأندونوسية أو هل تريد أن تدرس اللغة الأندونوسية خلال فترة دراستك للمنحة؟ ثم بعدها هل تريد أو ستساعد برنامج يو تي اس اللي هي الجامعة يومفرستي تكنولوجي سامباوة هل ستروج لها عن طريق الكتابة وكذلك عمل فيديوهات في السوشيال ميديا أو غيرها؟ هل لديك أي علاقة أو أصدقاء أو عائلة في أندرسيا؟ هل لديك أي مشاكل صحية مثل الإعاقة أو غيرها؟ ممكن أنك تكتبها في هذا الخيال بعدها اللي هو اللي هو البيان الشخصي أو الموافقة بتوافق على أن المعلومات السابقة صحيحة ولا يوجد فيها أي أخطاء يتم عمل إشارة صح أو اختيار المربع هذا كذلك بتوافق على أنك ستدعم الجامعة من خلال الترويج لها في السوشيال ميديا وعمل كتابات تدعمها وكذلك صور تصميم صور وفيديوهات خلال فترة دراستك أو عند انتهاء دراستك بعدها يتم هنا في هذا المربع توقيع كتابة الإس للمتقدم وكذلك التوقيع ثم كتابة التاريخ في هذا الفراء إذن بعد انتهاء من استمارة التقديم في معنى ملخص للوثائق document checklist اللي قائمة تشييك الوثائق الذي قدمتها أولا اسم المتقدم كذلك الدولة البرامج الذي قدمت عليه واخترته والدرجة الأكاديمية البكاليريوس أم ماجسير وبعدها تحدد الوثائق الذي متوفر لديك أولا استمارة التقديم هذا ضروري بتحط علامة صح على المربع الخاص فيها كذلك خطاب التحفيز ضروري جدا إجباري آآ بالنسبة لحساب المصرفي ليس إجباري إذا كان متوفر لأنه مطلوب بعد عملية القبول آآ كذلك الالتزام الشخصي هذا إجباري يجب أن يكون يجب أن تقدمه كذلك شهادة التخرج وبيانة الدرجات ثم الصورة الشخصية ثم النسخة من جواز السفر وكذلك الفحص الطبي هذا ليس ضروري لأنه مطلوب بعد عملية القبول لكن إن توفر فسيدعم ملفك بشكل كويس بعدها الاختياري اللي هي شهادة اللغة الإنجليزية وشهادة اللغة الأندنوسية بحسب توفر هذا الوثائق معك بتشهيكها وبتحط علامة صح أمام هذا الوثائق وبهذا الكيفية سننهي كتابة أو مل البيانات في استمارة التقديم ننتقل بعدها إلى أحد الوثائق المطلوبة اللي تكلمنا عنها والذي يمكنك تحميلها من خلال الرابط الذي سنقوم بوضعها في صندوق الوصف أسفل الفيديو اللي هو خطاب الالتزام الشخصي التزام الشخصي عبارة عن ورقة واحدة يتم فيها كتابة اسم المتقدم وكذلك الجنسية ورقم الجواز والعنوان وتلتزم فيها بثلاثة أشياء أولا أنه تلتزم بعدم مخالفة القوانين الأندنوسية والإجراءات والقواعد الأندنوسية كافة ثانيا أن تلتزم بإجراءات وقواعد الجامعية وعدم مخالفتها ثالثا أو ثالثا لا تمارس أي أنشطة تؤدي إلى ارتكاب أي جرائم أو أنشطة سياسية أو غيرها في جمهورية أندنوسية بعدها تكتب تاريخ المكان والتاريخ الذي تم توقيع هذا الوثيقة ثم توقيع المتقدم ثم اسم المتقدم الاسم الكامل للمتقدم وبذلك نكون قد أنهينا تجهيز خطاب الالتزام أو الالتزام الشخصي المطلوب في هذا المنحة لذلك بهذا الشرح نكون قد أكملنا شرح المنحة المميزة ممولة بالكامل تتضمن كل الأشياء التي تدعم الطالب نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله ولا تنسوا دعمنا باشتراك في القناة وكذلك لايك وتشيروا الفيديو الدار على الخير كفاعلة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة